صباح الخير طفل برتغالي بورتغالي 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 ولد لامرأة ميتة دماغيا لمدة ثلاثة أشهر فهذا المقال يتحدث عن امرأة ميتة دماغيا تلد طفلا بعد أن ماتت دماغيا لمدة ثلاثة أشهر تم إقامة جنازة لامرأة تبلغ من العمر 26 سنة والتي أنجبت طفلا التي أنجبت طفلا على الرغم من كونها ميتة دماغيا منذ دجمبر على الرغم من كونها ميتة دماغيا لاحظ بأن تكون متبوعة بجيران فعل مع ING نقول لسبت بين despite reading despite watching despite writing إلى آخرة a funeral جنازة gave Bert أنجبت international sportswoman كاتارينا سيكويرا was declared brain dead after an acute asthma attack on her home at her home الرياضية العالمية كاتارينا سيكويرا أعلنت أنها ميتة دماغيا was declared brain dead بعد نوبة ربو حادة acute حاد acute آزمة آزمة الروبو مرض التنفس ولا تنتقى TH نقول آزمة attack نوبة آزمة attack نوبة نفسية نوبة ربو acute حادة at her home في بيتها the baby named Salvador was born when she was almost 32 weeks pregnant and is being cared for in a neonatal hospital the baby الطفل named Salvador المسمى Salvador ولدا was born ولدا was born when she was almost 32 weeks pregnant عندما كانت حاملا في الأسبوع الثاني والثلاثون تقريبا almost تقريبا pregnant حامل pregnant almost 32 weeks pregnant يعني حاملة في الأسبوع الثاني والثلاثون تقريبا and is being cared for هنا يعني الطفل the baby is being cared for يعتنى به يعتنى به في مستشفى المواليد الجدد in a new natal hospital 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 مستشفى new natal المواليد الجدد متعلق بالمواليد الجدد لأن new تعني جديد new natal له علاقة بالولادة natal this is the second such case in portugal of a baby born to a mother who was brain dead هذه ثاني حالة وهذه المرة الثانية لحالة مثل هذه في البرتغال لطفل يولد لمرأة ميت دماغيا a baby born to a mother a baby born to a mother طفل يولد لأم who was brain dead التي هي ميت دماغيا case case حالة case such case such case مثل هذه الحالة such case the second such case ثاني حالة مثل هذه a talented canoist who had represented her country sequera had suffered from asthma since she was a child sequera اسم تلك المرأة وهي a talented canoist canoist هو الرياضي الذي يركب زورق الكانو سوف ننظر الآن إلى الصورة لكانوست هذا هو canoist كما طرع canoist إذن فهي a talented canoist talented موهوب لديه موهبة who had represented her country التي مثلت بلدها يعني مثلت بلدها في هذه اللعبة who had represented her country sequera had suffered from asthma since she was a child sequera عانت من الروبو منذ أن كانت طفلا since she was a child had suffered عانت from asthma من الروبو she suffered an asthma attack when she was 19 weeks pregnant and was put in an induced coma however her condition deteriorated and within days she was declared brain dead on 26th December reports say for 56 days a ventilator was attached to her to enable her baby to survive in her womb عانت من نوبة الروبو she suffered an asthma attack she suffered an asthma attack عندما كانت في شهرها التاسع عشر في الحمل أو عندما كانت حاملا في شهرها التاسع عشر when she was 19 weeks pregnant when she was 19 weeks pregnant pregnant حامل and was put in an induced coma ووضعت في غيبوبة اصطناعية أو غيبوبة مستحثة كوما كوما غيبوبة induced هنا مستحثة يعني اصطناعية الغيبوبة التي يضع فيها الشخص بإعطائه مخضرات طبية induced coma however مع ذلك رغم ذلك لكن however لكن her condition deteriorated حالتها حالتها ازدادت سوءا حالتها تدهورت deteriorated 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 and within days and within days she was declared brain dead وفي غضون ايام اعلنت ميتة دماغيا within days within days within days within days في غضون ايام she was declared she was declared تم اعلانها او اعلن عن انها في غيبوبة on 26 december reports say يعني كما تقول او تقول التقارير reports say تقول التقارير لاحظ باننا استخدمنا الفعل افعن استخدمنا هنا هذه العبارة report say بعد القول في اللغة العربية عادة من اقول تقول تقارير بان هذه المرأة ولدت في غيبوبة لكن في الانجليزية نقول ولدت امرأة او انجبت امرأة طفلا وهي في غيبوبة كما وفاصلة report say تقول تقارير for 56 days a ventilator was attached to her ول 56 يوما تم وصلها بجهاز تنفس اصطناعي ventilator ventilator جهاز تنفس اصطناعي ventilator اذا كنتم تتقنون اللغة الفرنسية فستلاحظون بان الريح في اللغة الفرنسية والرياح هي فان لا اعرف نطقها تقريبا لكنها هذه الكلمة هي الريح وهي جاءت من اللغة اللاتينية فكما ترى هناك علاقة بين الرياح والتنفس فهي نفس الشيء هواء تحرك الهواء ومن هنا جاءت تادي الكلمة ventilator جهاز التنفس الاستناعي ventilator was attached to her يعني تم وصلها ب ventilator لتمكين طفلها من البقاء على قيد الحياة في رحيمها survive 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 يبقى على قيد الحياة ينجو in her womb in her womb في رحمها womb تنطق بدون ب فهذا الحرف لا ينطق نقول womb womb مثل climb في كثير من الحالات وفي كثير من الكلمات الإنجليزية التي تنتهي ب حرفي m وب لا نقوم بنطق هذا الحرف ب